السلام عليكم الثانية مرحلة الفوضى حتى المواطنة ذاتها قالوا فماش دولة وهو 12 مليون يقولون كنفس الكلامرة والمرحلة الثالثة اللي احنا فيها أنا بصراحة نسميها مرحلة أما الجنون ولا قلت لحياء تو بالله أنا كمرشح من جملة المرشحين المخترمين لرئاسة الجمهورية وهو استحقاق وحق وواجب أحيانا هلا يمان في أبو عستري طلعنا بيان آخر وكل مرة يزيد عقيدة هو يلقاها السهلة يعيط له قلوا لا يا ربو شتك ها أعمل هاته 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 أش عمل قال جيبوا شهادة الجنسية شهادة الجنسية هو بتاقي التعريف تكفي هاته تونسي وما طلعتها هذي كل ما يعرفوك تونسي طيب وجيب مضامين ولادة بتاعك ومتاع العائلة الكل طيب كل فهلة في البلدية تمشي تطلح أما الأغرب من هذا يقول تجيب المضامين متاع أبوك ومك الحاجة الله يرحمها بكل الله حاجة مقتاش مولودة تقول يولي دي جدك الشهادة اللي قال في عام الحرب ما يعني عام الحرب؟ معناها من 14 إلى 18 الحرب العالمية الأولى هذيك وبعد ثم أعوام يسميها عام الروز وهي عام المجاعة تم عام 37 وبعد عام الزماء وبعد عام الحرب الأخرى الثانية زادة تيف تيف ما كانتش الناس عند مضامين ولا كانت فم بلديات أصلاً هنا لو كانت قدم يقول يا هذيك أسبوع أصدر ولا واحد ما تنعوانه واللي يمثله في المسرحية أسي حمد ناقص مضموناً لوالد والوالدة ياودي والداش الوالد مولود في عصر مفيش هذا مفيش لمضامين ولا فيه بلدية أصلاً تقول ربي ما تضحكوش علينا الناس وتردوه نسميهوه عصر قلة الحياة ولا عصر المسخرة هذا اللي حابين تقول لهو عنده مفاشئة متاع واحد ما ترشح اسمه الأميرال كمال عكروت وحقه مثل تسوى العسكرية وما ترشح له هايش باش تعمل له هذي يا قيسي هذي هم المؤثة العسكرية وقعد عشرين اسماء مستشار عند بن زايد وعند دحلان وضحي خلفان وهكي جميع هذو ما دليل على أنه ما عاش حاش تنبيت اللي كانوا معاملين عليه وقالوا لك أقضي على الإسلاميين واقتلهم حتى ولو جابوا كمال عكروت هذي يتسمى من الفرنسوية هيك أهيك ما نعرشها المطنبة ذاتي باش مش تتجاو جولتي باش مش تعالجوا ولا أنا قضية مش تعملها له تولي الكبرشتلا مع همها العسكر لكل حاصل وحلة المنجل في القلة حبي تقول هالكلمتين والسلام عليكم اشتركوا في القناة